خلينا ناخدها جزئية جزئية لان في بعض المواقع اللي بندفل عليها بتطلب ان انا يعني ادخل بياناتي الخاصة بيها وساعد ممكن اي حد يبعث لحضرتك اي نوع من الفيديوهات او حاجة للأسف الشديد مجرد ما بتفتح اللينك دوت انت كده خلاص حسابك بقى مفتوح بنسباله بشكل او باخر وكل البيانات هل هنا النهاردة انا لابد ان انا احتفظ بسرية تعلماتي حتى على مواقع التواصل الاجتماعي ما يكونش دايما كل شيء مباح ان هو يتم التعرف عليه بشكل او باخر وده نوع من انواع الامان هل ده بيختلف عن الحسابات المصرفية في الحماية الخاصة بيها يعني خلينا نفرق ما بين جرائم الاحتيال اللي بتحصل نتيجة الاحتيال الالكتروني او وجود فعلا زي محررتك تفضلت وقلت مواقع كثيرة جدا ممكن انها تعمل هاكينج على اي حساب وتوصل للبيانات الخاصة بي هو فيه اكتر من شق في هذا الموضوع اولا التعامل مع البنوك والتعامل مع الشركات التجارة الالكترونية والتسوق الالكتروني والتعامل او الرد على الرسالات الرسائل اللي هي منسوبة انها صادرة من سفارات او مواقع دولية مواقع دولية انا بتقول مثلا احنا بنساعد في متضرر ازمة كورونا بنوم كذا 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 وفيه لينك اضغط عليه توصل لكذا فنبدأ مثلا بالنسبة للبنوك اولا البنوك لم ولن تسعى انها تحذف بيانات عملائها من خلال البريد الالكتروني او من خلال الاتصال الهاتفي سواء على الهاتف ثابت او على الهاتف المحمول وده اعلنته البنوك بتعلن البنوك تكرارا برسائل قصيرة وعلى مواقعها الالكترونية يعني اي حد يدعي انه هو من بنك اعرف انه ديه على طول ليه محاولة احتيال بالنسبة لمواقع التسوق الالكتروني مواقع التسوق الالكتروني فيه مواقع شهيرة جدا ومحترمة ومؤمنة وفي مواقع يعني مشكوك في مدى مصداقيتها المواقع يعني انا مش هعمل شوپنج اونلاين هتسوق اونلاين ايه ضرورة ان انا افشي بياناتي رقم غير اسمي وعنواني اللي هو هيعمل عليه الشرقة والتوصيل الشحنة انما هيسألني على اي بيانات اخرى يجب ان امتنع عن الافشاء هذي البيانات يعني لا اتطوع وما سبهاش موجودة على اي نوع من انواع التواصل يعني بتبقى فيه بيانات محددة الاسم الايميل الحاجات دي ولكن البيانات السرية او الحاجات الشخصية لا يجب ان تكون مباحة بشكل منتشر للتعرف عليها ويعني معرفتها بالنسبة لاي شخصية او لاي جهة معينة وخصوصا رقم بتاقة الاقتمان التلاث ارقام اللي هو على ظهر بتاقة الاقتمان رقم الحساب اي ما يخص بيانات الحسابات المصرفية وبطاقة الاقتمان لا يجب افشاءها على الاطلاق الا من خلال المواقع المؤمنة تأمين جيد اكتباً